حاجة وإحنا لما نروح لكودفور أصلا منتقى بالجزائر في مباراة كودفور كان أركمه في حاجات كتير جدا أفضل لكن المنتج النهائي قد يكون هو ده جزء الهزة والضغوط اللي ما ترجمش هو منتقى بالجزائر عنده تدرج بالكورة عنده تماسك عنده ترابط اللعبة قريبة من بعد عنده الروح ولكن في النهائي محقاش النتيجة المرجوة من ده قد يكون ده بقى الجزء اللي أنا بكلمك فيه حتة الضغوط أكتر منها الفنيات في رأيي موضوع الفنيات ما كانش هو كان عندهم أشاكل الفنيات في قطة الظهر قوية جدا مع أن نفس الفريق في أوقات كتير جدا أنا بشوف الفريق كان متماسك قد يكون كمان بطولة العرب لها تأثير يعني أنا بشوف ده جا برضو جزء نفسي انت وصلت وحالة رد الفعل في الشارع الجزائري بتاعة التتويج ببطولة كاسة العرب في رأيي كان مبالغ فيها أثرت نسبيا يعني عندنا إيه بقى فيما يخص لعب الأهلي في كأس الأمم المباريات الخاصة بيوم يا أسامة عندنا التونس طبعا ونتمنى تكون علي معلول يعني خلاص يعني الأمور بقى التمام هيلعب يوم الحد غدا بقى إن شاء الله أمامنا إيجاريا موضوع قوية جدا الساعة 9 مساء وعندنا طبعا نجوم منتخب مصر بقى أهلي زمالك كل الأندية كلنا وخلف اللاعبين وخلف المنتخب أمام كوتيفور يوم الأربعة الساعة 6 مساء وبإذن الله إن شاء الله يعني يضروا يساعدونا عندنا مباراة مالي وغينيا الاستوائية وطبعا أليو ديانج يوم الأربعة بعد مباراة مصر بقى كوتيفور ده طبعا لعبي النادي الأهلي في أمم أفريقيا ولكن عندنا كلام بقى عن اللي في حتة تانية الشناوي اللي في حتة تانية مش برأينا جماعة الشناوي كل ما انت بتحط له ضغوط وكل ما تطلع به لمستوى وأنا بشوف دي فاصلة وعلى فكرة كانت في عصام الحضري فكرة الحارس اللي قد يكون انت شايفه الأفضل في ظل مجموعة معينة بيتنافس معاها كنت تطلع بالحضري لمستوى أعلى نفتكر مباراة إيطاليا في كأس الكرات وكانت مباراة بأيا كوينتا وكان بينقذ الحضري عامل مباراة التاريخ فالحضري كان فيه الحتة دي كل ما تتدرك به لمستوى تنافسي أعلى يطلع معاك أنا بشوف إن الشناوي هو الحارس الوحيد في مصر من بعدها اللي عنده الحتة دي ما تيجي تقول إن ده آخر الشناوي والشناوي عظيم جدا بس بين حراس الدوري تطلع في أفريقيا تلاقي الشناوي فعلا بقى في حتة تانية تطلع في بتلعب مثلا المنتخب الأولمبي والشناوي بيختير من ضمن ثلاثة بتلاقي الشناوي بيبهرك أنا بشوف إن عصام الشالي في كاس الأم الحالية قال جملة يا جماعة صعبة ألميا إن هي تقال في مصر لأن الجملة لها مغزة فكرة الشناوي 50% هي إسعبتها صعبتها أن أنت فريق في لعب زي صلاح وخلينا ندي كل القيمة لصلاح وصلاح اسم الراجل بينافذ على جائزة زابست من ضمن ثلاثة الراجل كان داخل في جائزة الفرانس فوتبول السابع فأنت بتتكلم صلاح قيمة لا يمكن إغفالها ولكن لما حد يتجرد ويقول إن الشناوي 50% من قيمة منتخب مصر وتيجي بعد كده تشوفه بيختير كأفضل حارس في دور المجموعات في وجود إدوار مندي اللي هو كان أفضل حارس على مستوى العالم منذ أيام ده حاجة صعبة كمان وجود ياسين بونو حارس منتخب المغرب ومن الحراس اللي بحبه جدا وستايل وعنده التكنيكس بتاعته في التصدي للقراط فبشوف لا إن الشناوي فعلا جماعة تجاوز بقى فكرة في حتة تانية أنا بشوف إن أنا لو معي ضيوف وأطرح عليهم سؤال الشناوي مقارنة بالحراس المصرين في حتة تانية فده سؤال غرضه إعلاميا فقط فكرة التشكك وليس التحقك لأن التحقك معروف للجميع إن الشناوي